اهلا وسهلا بحضراتكم مرة اخرى الحقيقة كابتن محمد علام فكرنا بكابتن محرم الراغب او مش فكرنا الحقيقة كابتن محرم الراغب واحد من العلامات البارزة في تاريخ النادي الاهلي كابتن محرم الراغب كان تعبان الحقيقة الفترة اللي فاتت يعني يمكن الواحد ما كانش مكناش حابين ان احنا نتكلم عنه ولكن الفترة اللي فاتت يعني عشان تعبان ولكن الحمد لله هو دلوقتي زي الفل واموره كويسة ويعني كان عنده بعض الأمور الصحية خلال الشهرين اللي فاتوا ولكن لكل محب النادي الأهلي اللي بيسألونا دايما عن كابتن محرم الراغب من الناس الأساطير في عالم السباحة وفي عالم الإدارة داخل النادي الأهلي ومن الرموز الكبيرة جدا جدا بنشم فيه كده ريحته ريحت النادي الأهلي وكل حاجة حلوة الحقيقة الأستاذ محرم الراغب وكابتن محرم الراغب يعني قام بالسلامة وان شاء الله ربنا يقوموا بالسلامة كمان أكتر وأكتر الفترة القادمة خلينا بقى نروح لفريق النادي الأهلي لكرة اليد اللي حيفتتح بكرة مبارياته وما تحاولوا ش شباب تجيبوننا حد من هناك يعني نتطمن على الفرقة لو ممكن يعني نعرف إن المطش بكرة وكده لكن حاولوا برضو تجيبوننا تليفون حتى من هناك بكرة ان شاء الله حيفتتح أولى مبارياته أمام فريق النور السعودي بالمناسبة واحد من الفرقة الجيدة جدا فريق النور السعودي يعني فريق جيد جدا فريق النهاردة أنهى ميرانو الرئيسي على صالة الدمام استعدادا لمباراة غدا وطبعا المشاركة الرابعة لفريق النادي الأهلي في مونديال الأندية والمرة التانية على التوالي النادي الأهلي بيقع أو معانا في المجموعة الأولى فريق النور السعودي وبرشلونة الأسباني لو تفتكروا حضراتكم زيحنا لحضراتكم مباراة كرة اليد في مبين فريقين النادي الأهلي وبرشلونة في نهاي البطولة الودية الدولية اللي كانت مزاعة على شاشة قناة النادي الأهلي من حوالي شهر ونص أو شهرين نتجة كانت بعيدة ما بين برشلونة والنادي الأهلي ولكن لو تفتكروا في الشوت التاني ربنا كرمنا وقربنا جدا يمكن كان الفرق 2 جول أو 3 ولكن برشلونة هو اللي فاز بهذه المباراة وبالبطولة الحقيقة الأسباني ديفيد ديفيز النهاردة كان عامل محاضرة مع اللاعبين قبل الميران للتأكيد على العديد من النقاط الفنية الخاصة بهذه المباراة زي ما قلت لحضراتكم فريق كرة اليد من الفرق الجيدة جدا دلوقتي داخل النادي الأهلي مش الفريق اليد بس الحقيقة هناك العمل على قدم وساق لكل فرق النادي لكل ألعاب الصلاة سواء يد أو سلة أو طيرة رجال وسيدات بالمناسبة في كل الألعاب كابت خلد العوضي مدير النشاط الرياضي له دور مهم جدا جدا في اللي حضراتكم شايفينه ومعاه مجلس إدارة بيحقق له كل المطلوب العامل بفاروق موجود نائب رئيس النادي لكل الحقيقة بيتكاتف علشان يظلت ألعاب الصلاة في نادي الأهلي السنة اللي فاتت لو تفتكروا تقريبا احنا خدنا كل حاجة باستثناء أربع خمس بطولات أنا عارف أن ده موسم صعب وموسم استثنائي الحفلة اللي اتعملت في آخر الموسم كانت حفلة اسمها حتى حفلة الأهلي استثنائي لأنه كان موسم استثنائي في كل شيء إداريا وفنيا وألعاب الصلاة وفكورة في كل حاجة نتمنى أنه هو يتكرر تاني وصعب جدا لكن إن شاء الله ربنا يكرمنا ويتكرر هذا الأمر مرة أخرى خلال الفترات القادمة وصلنا دلوقتي لفقرة أخبار البيت الكبير هنشوف تقرير نعرف آخر الأخبار على الساحة المحلية والعالمية ومن بعد وفاصل ومن بعد الفاصل هنستقبل ضيوف البيت الكبير النجم الكبير كابتن محمد حشيش ترجمة نانسي قنقر